أكدت وزيرة البيئة اسمي فؤاد على جهود مصر في إطار مسارها للتحول الأخضر ودور مختلف الشركاء والقطاع الخاص مشيرة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإصدار أول طرحل السندات الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع طموح تغدير الميزانية الوطنية لتصل نسبة الوشعات الخضراء بها إلى 100% بحلول عام 2030 وخلال إلقائها كلمة مصر في مؤتمر سوك هولم المناقب بالسويد أكدت وزيرة البيئة أن مصر تجد تعهدتها التي ظلت ملتزمة بها على مدار 50 عاما خاصة في ظل التحول الكبير الذي يشهد قطاع البيئة في مصر والاهتمام غير المزبوك من القيادة السياسية التي وجهت بإجراء حزمة من الإصلاحات في السياسات الوطنية البيئية